اكد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم القائد الاعلى للقوات المسلحة ايده الله اعتزاز مملكة البحرين بعلاقات التعاون والصداقة التاريخية الوثيقة التي تجمعها بجمهورية باكستان الاسلامية الشقيقة والتي تشهد المزيد من النمو والتطور في كافة المجالات جاء ذلك خلال استقبال جلالته في قصر الصافرية هذا اليوم الفريق اول ساهر شمشاد ميرزا رئيس هيئة الاركان المشتركة للقوات المسلحة بجمهورية باكستان الاسلامية بمناسبة زيارته للبلاد حيث نقل الى جلالته تحيات وتقدير فقامة الرئيس الدكتور عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الاسلامية ودولة السيد محمد شهباز شريف رئيس الوزراء واطيب تمنياتهما للمملكة وشعبها بدوام الرفعة والازدهار فيما ابلغه جلالته بنقل تحياته وتمنياته الخالصة الى الرئيس الباكستاني ورئيس وزرائه ولشعب باكستان الشقيق بالمزيد من التقدم والنماء ورحب صاحب الجلالة برئيس هيئة الاركان المشترك الباكستاني واشاد بمستوى العلاقات البحرينية الباكستانية في كافة المجالات منوها بدور مثل هذه الزيارات في تعزيز التعاون الثنائي وتطويره بما يخدم علاقات البلدين خاصة في المجال العسكري والدفاعي واعرب جلالته عن تقديره للمواقف المشرفة لجمهورية باكستان الاسلامية وتعاونها الوثيق في حفظ امن واستقرار المنطقة وبدور الجالية الباكستانية واسهاماتها في مسيرة التنمية في البلاد كما جرى خلال اللقاء بحث مستجدات الاحداث والتطورات الاقليمية والدولية وعدد من القضايا موضع الاهتمام المشترك وتقديرا من حضرة صاحب الجلالة لجهود رئيس هيئة الاركان المشتركة للقوات المسلحة بجمهورية باكستان الاسلامية في توثيق اواصل التعاون العسكري والدفاعي مع المملكة فقد تفضل جلالته رعاه الله بمنحه وسام البحرين بسم الله الرحمن الرحيم Your Majesty King Hamid bin Isa Al Khalifa King of the Kingdom of Bahrain The Supreme Commander of the Armed Forces General Sahar Shamshad Mirza Pakistan's Chairman of Joint Chiefs of Staff Committee in Pakistan's Armed Forces Your Highnesses Your Excellencies Distinguished Guests Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh In recognition of the great role performed by His Excellency General Sahar Shamshad Mirza In strengthening the excellent relations of friendship and cooperation between the Kingdom of Bahrain and the Islamic Republic of Pakistan in all fields His Majesty King Hamid bin Isa Al Khalifa will award His Excellency the Order of Bahrain in appreciation of his outstanding efforts and contributions and contributions And on behalf of the people of the United States the Director of the Arab Republic of Bahrain of the nationalist عشكره وتقديره وامتنانه لجلالة الملك المعظم على منحه هذا الوسام واعتزازه بجهود جلالته في ترسيق العلاقات الثنائية المتميزة لسيما في الجانب الدفاعي والعسكري بما يعود بالخير والنفع على البلدين وشعبيهما